واتحاد القرى حاول ان هو يقدم صورة ولكن حصل بعض اتخبط فكرة دعوة اساطير كرة القدم لمسندة منتخب مصر في مباراة مصر والسنغال مبدئيا في اعتراض بسيط كده يوجه الاتحاد القرى على كلمة اساطير كلمة اساطير ما ينفعش انها تطلق بشكل واسع كده ما ينفعش اي لعب ارتدى تيشيرت منتخب مصر معك كامل احترامنا لكل الاسماء هنا انا مش بنقلل ابدا من شأن اي لعب ولكن كلمة اسطورة كرة القدم المصرية او اساطير كرة القدم المصرية دي بتبقى لها سمات مختلفة وتاريخ مختلف تماما عن الاسماء اللي ترحت انبقاش بالشكل ده فخلينا من كلمة اساطير الجزء التاني اللي هو معيار الاختيار للاساطير اذا كنا هنعدي الاساطير فمعيار الاختيار الاساطير تبعا لتصريحات كابتن حازم امام في بوست بعد ما حصل حالة من الجدال على السوشيال ميديا وضح ان يا جماعة ده يعني مصر مليانة لعيبة كبار وعظام وانا عجبني هنا ان هو ما قالش مصر مليانة اساطير كبار وعظام يعني لعيبة كبار وعظام بس احنا اخترنا في المباراة ما نحقق بطولة افريقيا او صعد الى كأس العالم وان شاء الله يبقى فيه تكريم لكل من شرف منتخب مصر هي بداية وليست نهاية باذن الله كلام جميل جدا وتوضيح وعجبني ان هو قال لعيبة كبار لان ده مصطلح ممكن يطلق على لعبين كتير مثلوا منتخب مصر لكن كلمة اسطير اعتقد هيجي بزهنك كابتن محمود الخطيب كابتن حزن شحاتة كابتن علي خليل هيجي اسماء كتيرة جدا كابتن احمد حسن كابتن حسام حسن الناس اللي منحت منتخب مصر يعني مرات دولية عديدة وكمان انجازاته بطولات ولكن هو حط المعيارة فارس ان يا جماعة احنا دهينا الاساطير الاساطير اللي خدوا بطولة امه افريقيا واللي لعبوا كأس العالم هل المعيار ده اتطبق على كل اللعبين لا المعيار ما اتطبقش ولكن كمان في حتة فيما يخص اللعبين الكبار لانها جاد بعد ما حصل لغة يعني جاد توضيح فده برضو مش مبرر لعدم ذكر كلمة اساطير وانا عموما لا احب السقوق يعني سق انت اسطورة سق انت كذا الا لو فعلا زي موسيما كان بيتكلم حد استثنائياته واضحا نطلق عليه اسطورة انما فكرة الاساطير ولكن كل اللي احترام لكل اللعبين اللي ذكروا لان هو مش مشكلتهم هي مشكلة اللي ذكر ولكن بقى الاهم قبل ما نروح عشان نعرف المعيار لازم نتكلم ان انت طالما حطيت حاجة خرجة بصفة رسمية مش دعوة من حد دعوة من قناة لا دي دعوة خرجة من مسؤول بالتحاد الكرة لازم يبقى فيه معيار عنديش مشكلة جيب اي لاعب في بطولة افريقيا على قيد الحياة ربنا يدين كلهم الصحة وطولة العمر لو شارك حتى الخمس دقايق وقلت سنعدعو نجوم كرة القدم المصرية اللي شاركوا في بطولات افريقيا او في كاس العالم لو جبت لعب لعب ديئتين وحطيت الف اسم انا مش حكلم ولو جبت اهم لاعب في الكرة المصرية فيهم دا حتى لاضاعة الوقت كل الاحترام اللي دا زي دا طالما حطيت ان المعيار هو المشاركة ولو لديئة انما ان انا حطت اساطير وهاجه استبعد لاعبين دا عمل مشكلة وهنا اتحاد الكرة مدين بالاعتصار للاعبين كتير جدا ارتدوا تي شيرت منتخب مصر كان لهم اسهام وكان لهم مساهمة واضحة في بطولات وفي انجازات ولا يقلوا عن اي لعب دعي ان كان كمان بيتفوقوا في بعض الاشياء فنقف عند المعيار دا ونبدأ نشوف اللاعبين احنا بنتكلم في كاس الامم 86 بما اننا قلنا اللاعبين اللي حقوا بطولة افريقيا طيب كاس الامم 86 بنتكلم في كابتن علاء ميهوب كابتن علاء ميهوب الاسم واضح كابتن ناصر التليس عالش حاتا كابتن احمد رمزي كابتن عماد سليمان لعب النادي الاسماعيلي الرائع كابتن دكتور مصطفى عبده مصطفى ابو الدهب دي لعبين في 86 في ما تمش دعوتهم كاس العالم 90 كابتن علاء ميهوب ايضا كابتن طارق سليمان صابر عيد مجد طلبة وسامة عرابي ايمن شوقي اسمقته خد يا جماعة في الكرة المصرية عادل عبد الرحمن ايمن طاهر احمد رمزي وكلهم كابتن طبعا احتفاظ بكل الالقاب اليوم كاس الأمهال افريقية 98 وليد صلاح عبداللطيف عمر فعيم عبدالناصر محمد احمد صابر و2006 احمد السيد عبدالزار السق حسن مصطفى اينو سامير صبري كابتن محمد ابو تريكا 2008 احمد المحمدي عمر جمال احمد شعبان 2010 عبدالعزيز توفيق السيد حمدي واحمد رؤوف اذا المعيار لم يكن منضبط ابدا خصوصا انه خارج من تصريحات رسمية خلينا بس نأكد ان الاسماء دي على سبيل الحص على سبيل الحص او لا على سبيل المثال ولا نحس على سبيل الحص احنا قلنا جبنا 32 اسم ده بس كده لان كابتن محمد خطيب مش متواجد ضمن هذه الاسماء برغم ان كابتن محمد خطيب حق بطولة ام افريقيا 86 واذا كان كابتن حسن شحات لم ينجح او يحالفه التوفيق ان هو حق بطولة افريقيا كلاب فهو حق بطولة افريقيا كان مدرب 3 سنوات ولكن التبريرات لما يكون الشيء مش منظم والفكرة جات متأخر وما تمش سياغتها بشكل والترتيب لها بشكل احترافي هتلاقي التخبط اللي حاصل بالشكل ده في فكرة التبرير فبنقع في اخطاء اخرى حتى لما بنيجي نعتذر وبنوضح بنقع في اخطاء اخرى الفكرة كانت فكرة كابتن حازم امام لدرجة ان كابتن حازم امام دعا الكابتن محمود فتح الله في برنامج اذاعي قال له تعالى الرجالة كلها تكون موجودة وانت هتكون معانا وده كان دعوة عبر الاسير زي ان بيقولوا لكن فيديو الاعتذار من كابتن حازم امام عندنا كمان عنده وقفة نشوف الفيديو ونرجع نعقل طبعا كابتن حسن وكابتن خطيب وكل الناس فوق دماغنا اه وهي يا جماعة الموضوع مش ده احسن وده اوحش هو بس النظرية عشان برضو الناس تبقى فهمة اللعيبة اللي رايحها البكرة ان شاء الله هم قاعدين قولة يمين ممتاز المطش زحمة جدا 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 وما فيش مكان كتير قوي والمساحة قولة يلاقوي بس قلنا نعمل خطوة كابتن حسن وكابتن خطيب لو جم قاعدوا في قولة يمين ممتاز في قصة الجمهور هتبقى الامور صعبة عليهم جدا جدا الناس دي لازتقعد في مطش يكون قاعد المساحة فيه حواليه عشان محدش يعني يبقى عنده مشاكل والزحمة يعني الحركة تبقى سهلة بالنسبة لهم لكن هم طبعا فوق دماغنا واحسن من اي حد في مصر واحسن مننا كلنا وناس نوارت وشرفت مصر بسها هتقول اسم واحد هتلاقي واحد تلاقي باسم تاني هتقول اسم تالت هتلاقي واحد تلاقي باسم رابع ونعتذر لو في حد مدى يا جماعة نعتذر له لو جبنا لستاد كله اللي عبت منتخب مصر لعبت مش هيكفي بس هو هي بداية بداية وليست نهاية ان شاء الله ومشاط الجاية يكون فيه ويكون فيه تاني ويكون فيه تاني يعني في دماغنا يعني ان هو يبقى حاجة طبيعية ان كل مشاط منتخب مصر يكون الناس اللي لعبت لمنتخب مصر واثرت فيه تكون موجودة ومدعوة من الاتحاد اللي بيمثلها اللي هي مثلته فترة كبيرة جدا الناس دي يا جماعة ساعة الماطشات المهمة بيطلق يا عايزين تذاكر عايزين يقول ماطش مش عايزين يخشه ازاي فدي ناس عاما يتحرك لمصر هي بداية يعني ممكن اسمه يقع اكيد لو والله الاسماء كلها اللي تقلت دي كانت تحطت كنت هتلاقي الناس تانية بعض يقولك فين كذا وفين كذا وفين كذا خلينا نؤكد يعني الواضح من تصريحات الكابتن حازم امام ان في نواية حسنة ولكن بدون احترافين النواية الحسنة موجودة احنا جماعة ما نقصدش ان احنا نبعد الناس دي وما نقصدش ان احنا ما ندعوش الناس دي الموضوع كله بداية ومن وجهة نظري ما ينفعش تقال على عابين كبار بتصنيف اتحاد قرة القدم اساطير ان مش لقين تذكرة واحنا بنحاول نجيب لهم تذكرة اعتقد الامور ممكن تدار بشكل احترافي اكتر من كده ده رقم واحد رقم اتنين هو طبعا السوشيال ميديا الكلمة بشكل كبير جدا ازاي الكابتن محمود الخطيب ما يكونش موجود ازاي الكابتن حسن شحاته ما يكونش موجود فالرد او العذر اقبح من الزم لان انت وانت بترد وبتبرر بنواية حسنة خليني اؤكد اوه بنقصين كده نواية حسنة بتبرر عدم وجود الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن شحاته قلت اصلي احنا هنبقى في درجة اولى والمتواجدين دول هيكونوا في درجة اولى والكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن شحاته يستحق التواجد في في اي بي وده حقيقي ولكن كلمة اسطورة تستحق التواجد في في اي بي وكلمة الدرجة الاولى مع كامل احترامي في اسماء حضرتك قللت من شأنها بشكل كبير جدا يا كابتن حازم على رأسها الكابتن طاهر ابو زيد الكابتن شوق غريب الكابتن حمادة صدقي انت بتتكلم عن نجوم كبار نجوم كبار منهم الكابتن طاهر ابو زيد كان وزير أسبق كابتن شوق غريب مدير او مساعد المديرين الفني المنتخب مصر في انجازات الكابتن حسن شحاته كابتن حمادة صدقي من نجوم الكبار اللي شهركه في كأس العالم فبالتأكيد فكرة ان انت تخرج من المطب ده تدخل في مطب تاني ده محتاج فقط لغير ان تكون الفكرة استوت في دماغكم قبل ما تطلع ان الفكرة يتم الترتيب لها بشكل احترافي نخرج من كل المطبات اللي احنا موجودين فيها دي في مطب لسه موجود في الكلام ولانا واقفة عند كابتن محمود الخطيب اكيد لما نطلع ونسمع استاذ يهاب الكومي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة فيما يخص تصراحاته هل كانت على نفس الاتصاق مع تصراحات كابتن حازم ولا لا ما جاوبتنيش عن دعوة الاساطير يعني انها زعلت ناس كتير جدا هقول لك يا كابتن محمود طبعا هي بداية كانت فكرة طبعا جميلة جدا اتطرحة كابتن حازم امام انا معاك ان عندنا رموس كتيرة جدا 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 ممكن سقطت تهوان هي غير مبررة ونحن طبعا بنعتزل الجميع طبعا لما تيجي تقول كابتن خطيب كابتن حازم شحاية ده كابتن فروج عفر دولة طبعا يعني رموس كبيرة جدا 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 مش في مصر فقط لا ده في القرى الإفرقية وفي الوطن العربي لما تيجي عندك في يعني كابتن صبر عيد كان موجود في كاسر عالم سعيد مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم بكل تأكيد في أسماء كتيرة صفتت لكن خلينا نقول هي بداية اذا كان في خطأ غير مقصود في بداية شيء طيب ان شاء الله يكون المرة القادمة أفضل ان شاء الله لا يتنساش أي رمز من رمز القرى المصرية زي ما أنا نهاردة كنت سعيد جدا جدا بوجود رمز كبيرة جدا ادى في القرى المصرية وبعرقها وبجهدها جميع المصرية على قول فدي بداية احنا بنعتذر إذا كان في أي حاجة قصر تسهو فيها وان شاء الله فاتح إن شاء الله بإذن الله يتم تصحيح وكل أساطرنا وكل رمزنا اللي طالما أمتعه الجميع المصرية ان شاء الله يكون الموجودين هل تم دعوت كابتن حسن شحاتا وأنا السؤال جمال علام أكيد اللي هو تم دعوت كابتن حسن شحاتا كابتن حسن شحاتا اعتذر وطبعا وانت عارف مهيد إن كابتن حسن شحاتا لا صلوف صحية أنا دائد بعشاء والناس كلها طبعا عارف قيمة كابتن حسن شحاتا طبعا هو كان لعب أو كان مديد فن كبير جدا فإحنا مرة تانية بقول إذا كان في أي خطأ دير مخصوص خصل حصل تعليق الكابتن إبراهيم حصل معاك أستاذ عاب أستاذ عاب أستاذ عاب حبيب الله يسلمك هو حصل أريد حاجة إن ما عارفش الكلام ده صحيح ولا لأ إن هو قالوا إن الكابتن الخطيب كابتن حسن شحاتا فماردوش يعني هم ماردوش الاتحاد الكرة يعمل له دعوة عشان كان هيعودوا لأن الموجودين هيعودوا في درجة أولى يعني هيعودوا من درجات درجة أولى فهم اللي ما إليهش بيهم نعودوا في الدرجة أولى إنت كده بتغبط في الناس التانية المجموعة التانية مش بقول اللي أنت اللي قلت فيه تصريح نزل نزل على ألسان لا بس يا كابتن إبراهيم أنا ما حضر لا النهاردة موجود كل الرموز كانوا موجودين في المأسورة موجودين في المأسورة جنبنا جنب الكابتن جمال عبد الحميد كابتن طريحة كابتن عبدالطار صبر كابتن نادر السيد كابتن موجودين جنبنا مباشرة في الكراسة جنبنا يعني درجة أولى صحيح مش مأسورة 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 اتقال كده كتب عنوان كده كل الرموز كانت موجودة في المأسورة الرئيسية كابتن بص يا جماعة لما المشهد يخرج بدون تنظيم لازم لازم تشوف لازم تشوف التناقض ده ما بين فكرة الدرجة الأولى وما بين فكرة لا القصة ملاش علاقة بالدرجة الأولى والسنائي مسؤول بالتحاد الكرة اللي بنتمنى له التوفيق في إدارة منتخب مصر ولكن الأمور دي لازم تراعى بشيء أكبر من كده كابتن حسن شحاتة أسطورة في الكرة المصرية كابتن محمود الخطيب لازم تقف عنده وهناك أسماء حتى ما ينفعش مجازا في الكلام إن أنا أقول إن هي سقطت سهوا اسم كابتن محمود الخطيب يكتب بحروف من دهب ولا يسقط سهوا مع احترامي للجميع ولا يمكن أن يقبل إن الكلمة دي تقال حتى على سبيل التبرير كابتن محمود الخطيب هدف تصفيات مصر في كاس العالم تصفيات إفريقيا 78 كابتن محمود الخطيب مع المنتخب مصر في 86 بطل كابتن محمود الخطيب أول حد حقق جائزة الفرنس فوتبول وهي جائزة لها قيمتها من هدف المنتخب على مر التاريخ كابتن محمود الخطيب اللي إلى الآن بيدفع تمن وضريب وهو راضي عنها جدا وهي إصابته إصابة خلال أولمبيات لوس أنجلوس ولكن هو بكل حب المنتخب مصر وبكل حب المصر تحمل ده وعمره حتى ما تكلم فيه ولا زيد بي ولا قال أي حاجة إذن هناك أساطير لازم تضع في المقام الأول ولا يمكن أبدا أن تسقط سهوا لأن الأساطير دي تكتب زي ما قلت بحروف من زهب في التاريخ وكل اللي احترام لقامات كتير أخرى قلناها مش بس كابتن محمود الخطيب ولا بس كابتن حسن شحاتة ونتمنى يتم تدارك الأمر فيما بعد والأمور دي نقف عندها بشكل أكبر وبشكل أهم كنا معاكم لحظة بس عشان عندي تعقيب سريع هنا لو حضراتكم في اتحاد القرى بتتعاملوا مع الكابتن محمود الخطيب أنه رئيس النادي الآلي فقط لغير وبالتالي لم تتم النادي الآلي بالتأكيد الكابتن محمود الخطيب رئيس على المستوى الإداري ولكن ده لا يخفل أبدا تاريخه كأسطورة فبالتالي دعوة الكابتن محمود الخطيب للتواجد ما تأثرش إطلاقا على علاقتكم برؤساء الأندية الأخرى طبعا لا تؤثر ومين ما يتشرفش بكابتن محمود الخطيب أكيد وكل نجوم الكرة المصرية اللي كان لازم وليهم حق إنه هم يكونوا موجودين إن شاء الله نتمنى الأفضل نتمنى يوم الثلاث نفرح كلنا بتأهل منتخبنا لأول مرة في تاريخه لكأس العالم لمرتين متتاليتين عندنا حلم عالم في البلكونة زي ما قال كروش هتاف في الملعب هتاف في كل بيت مصر إن شاء الله تنتصر نشوفكو في حلقات جديدة من الأهلي خطة عقا